مصر وغانا بقى غانا الناس بتتعامل معاها احنا هقولك الجميع المصرية النهاردة حتى يقولك غانا سهلة هنعديها بسهولة مش هنختلف احنا الاربعة ان غانا عندها نقاط ضعف برضو هنأكد في الاول ان غانا منتقب قوة وكبير من وجهة نظرك غانا بكرة هي باشكلها عاملت ازاي غانا بكرة هيبقى المباراة مش معنى ان احنا بنتكلم ان هي يعني احنا ممكن نعديها مش معنى كان احنا نعديها اذا كان غانا ظهرت بمظهر سايق قدام كاب فيردي معنى ظهرنا بمظهر سايق قدام فريق اقل كتير من كاب فيردي يعني كاب فيردي اصلا فريق كويس على فكرة والعناصر اللي فيه لعبة محترفة مزنبيق عندها عناصر بس بعيد خلص عن كاب فيردي فالمنظر اللي ظهر عليه غانا هو مع كل العيوب اللي كانت موجودة في غانا وهي عيوب كتير على فكرة بس مصر اظهرت عيوب كتير هي كمان فما فيش الحال من بعضه فهو لقاء لازم من المنتخبين كل واحد حيحاول يظهر شكل تاني تماما عن اللي ظهر به ولو كل منتخب صار على نفس الضرب اللي هو اظهره في اللقاء الاول فعيا كانت نتيجة بكرة المنتخبين مش حابقا لهم مستقبل جواه البطولة هو اللقاء بكرة المنتخب اللي حيقدر يظهر وجه جديد وشارس ومتماسك هو ده المنتخب فيهم اللي تقدر تقول ان هو ممكن يكمل بقية البطولة لان المنتخبين اظهروا العيوب لو نبدأ بغانا هقولك فيه عيب خطير جدا كان ظهر في غانا يا كريم نتمنى ان مصر بكرة تستفاد منه قبل ما نتكلم على مزاياهم وعيوب مصر خلنا دايما نبدأ بالحلو احنا نكسب غانا ازاي غانا فريق من المحلقين بيعودوا كده ايه معلم بيشاور المعلم بيشاور المعلم يمسك من غير محد يمسك ولا يضغط معانا عشان ما ياخدش الوقت اللي هم بيحلقوا بس تحليق ما بيحدش فيه أنا فهمت المحلقين دي اللي هو حاجة خيالية لا 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 ده معانا ومعانا لقطات بيعودوا كده كلها اشارات يعني نشوفها كده انا كتير سعب يبقى عندي انتقادات على الملعب يقعد يشاور يزميل ويمسك طب ما تيمسك انت يعني ابدأ انت بنفسك وشاور يعني نبتدي دي كد كرة في البيئة 16 الناس باستخد بالها من الوقت اللي الكرة بتفضل مع لعبة كاميرها كمان لعبة كافيردي الكرة هنا بتتنقل فاربع سوائن مفيش لعب من غانا قرب حتى من لعب من كافيردي كامل الهجمة بتروح حناك بيتكلم على فكرة ما الهجمة بتقعد عشر سوائن خمشون ستاني ده رقم كتير في الكرة الكرة هنا بتروح بص لعبة غانا معلش الصورة اللي فاتت دي لو سانية واحدة بس عشان انا اعرض حاجة هنا كامل لعب من غانا حول له الكرة واحد اتنين تلاتة خمس ولا واحد فيهم بيحاول يضغط واما حد فيهم بيبقى قريب ما بيمدش رجله هات الكرة اللي بعديها يعني لعب كافيردي بقى في وقف ضعيف جدا ده ده المفروض خلاص بقى يعني محاصر اهو هتلاقيه ميشي عادي في الملعب وكمل كمل الصورة اللي بعديها نقل والعبة غانا بدأت خلاص ما في لعبة بتوقف بتوقف ما بتكملش والكرة بتتنقل احنا بتتكلم في حجمة قعدت حوالي يعني حوالي عشرين ثانية اه عشرين ثانية دي كمل دي حجمة الجود هات اللي بعديها هتلاقي نفس النظام لعبة بص هنا اللعب بيستلم في الدايئة 42 17 ثانية بص هات الصورة اللي بعديها الكرة معها ثانيتين ثلاثة ما فيش حد قرب كمل الصورة كمل واحد وعشرين لغاية لما طلعها الكرة بعدها في رجل 4-5 ثانية ما فيش حد قرب بتطلع والناس دي كلها بتتفرج يعني فيه لعبة من كان فردي فاضية لغاية 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 بص ده فاضي كمل اه ده حيعملها بالانفراد بالعرض كان ممكن جدا يجيبها جون اول لعب بيفكر يضغط كان بعد وصل عشر ثواني من بداية الهاتف لما قوش لعد الجون ايوان اول لعب قرب ويتكرر التاني بص هنا كمل استعراض سريع بس الناس تاخد بالا من التوقيت 61-36 أنا بكلمك في كرة بتقعد بالالاربع والخمس ثواني مفيش لعب من غانا بيقرب كمل بسرعة بس يعني عشان الوقت هنا اللعيب حتى ما بيقرب من الضغط بيطلع منه بسهولة واللعيبة بص بص ده مسلا الديفندر في وادي وراجع وده فانا نفسي اتمنى ان لعبة منتخب مصر خصوصا لعبة خط الوسط اما تجيلك فرصة حط الكرة على رجلك ودوس دوس هم كرمة جدا ما حدش بيهتم ان هو يقولك انت فين هو بيوصلك هو بيفضل معك لغاية لما انت توصل الكرة دي بتنتهي يعني كان بتنتهي عند الجون واخر هجمة معانا انا بستقرد عدد الهجمات لان ممكن اي فرقة في العالم يحصل عليها هجمة كده وفي جهة ضغط من اول الموتش الاخره ما فيش حاجة حصل ان الفرقة حصلت انها انتباه يعني ده كان في موقف صعب اللعيب ده بقى في موقف صعب واحد معاه هو الضغط ضعيف جدا اللعيب ده لو الناس شافت الفيديو حتلاقيه اللعيب بتاع غانا خرج من الضغط يعني خرج اللعيب كافيردي خرج من الضغط بسهولة جدا لو مجرد عمل استيبل ورا اللعيب غانا سيب ويرجع وكمل وخلص كمن الهجمة بقى سريعا سريعا اللقطات تكرر ورا بعض حتشوف ان الهجمة دي مهما كان اللعيبة قريبة مهما كان الكرة بتطلع بس في واحد ده في عيده حولات يا كريم مثلا وحقول لك مرتدات غانا فتحة فبتستقبل مرتدات ساعات الفرق بتستقبل حاجات زي كده بحنا استقبلنا انفراض طب ولكن لأ ده الكرة عادي هجمة منظمة بدقة والعبية غانا كلها موجودة بس بحدش بيكلف خط ان شاء الله بيستغل الكلام ده